يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم على قناتنا فكرة وطبخة مع أم أحمد لو أول مرة بتزوروا القناة بتمنى تنورونا بالاشتراك وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم أي وصفة جديدة بتنسل على القناة إن شاء الله حب أشارك معكم اليوم وصفة حلل بستاشيو وصفة بسيطة وسهلة وسريعة عملتها اليوم كتحلاية بعد الإفطار وخلينا نبدأ بتحضير هاي الوصفة استخدمت لهاي الوصفة ظرف من بسكوت الديجستيف وهون ممكن تستخدموا بسكوت الشاي العادي أو أي بسكوت أنتوا بتفضلوا طعمه ومتوفر عندكم باستخدم المحضرة لطحن البسكوت أو أي أدام توفرة عندك أو ممكن تحط البسكوت بكيس والطحنية بالشوبك لحتى ما يصير ناعم بودر بهذا الشكل هلأ ضفت له أنا خمسين جرام من الزبدة استخدمت هون اللورباك أي نوع زبدة متوفرة عندك استخدميها قلب فيها الزبدة مع البسكوت لحتى ما تصير رملية يعني ممكن تستخدمي إيدك بهاي الطريقة وتفركي كثير منيح لحتى ما تتأكدي أنه حبات البسكوت صارت مثل الرمل الأفضل أنه تستخدموا الإيد لأنه لما تقلبوها كثير منيح بتحسوا أنها تماسكت قبل ما تفردوها ومش رح تحتاج لفريزر لحتى تدخلوها فيها ممكن هون تضيفوا ملعقة من الحليب أو ملعقة من القشطة إذا حسيتوا أنه لسه البسكوت تري بس أنا حسيتوا أنه كثير متماسك لأنه مثل ما حكيت لكم أنه إحنا نعجنوا بالإيد هاي طريقة كثير منيحة بتستخدموا أي صينية أو أي قالب عندكم بتوزعوا الطبقة فيها إذا حابين أنه تكون الطبقة البسكوت سميكة ممكن تزغروا حجم الصينية وتحطوا المقاص الأصغر فبتطلع عندكم كمية البسكوت بشكل أعلى وأسمك هلأ بتحاول ترصيها بأي أدام توفرة عندك لتصير بهاي السماكة ممكن ندخلها على الفريزر فقط لحد ما نجهز الطبقة الثانية الطبقة الثانية هي عبارة عن علبة جيمر مع علبة بنفس الكوب طبعا ضفت كمان علبة لبن شمينة وعلبة حليب بودر وملعقتين من لطحين وضفت عليهم ست مكعبات من الجبنة وضفت لهم ملعقتين من الكريمة البودر مع ملعقتين من الحليب المكثف هاي الطبقة اختيارية المواد اللي بتضيفوها إلها كيف ما أنتوا بتحبوا هلأ الطبقة الثالثة هي عبارة عن يعني المكونات المتوفرة عندك ممكن أنك تستخدميها هلأ بنسكب كل الخليط بعد ما ضربناه بشاف الكوكتيل لمدة 3 دقائق وبندخله على فرن على الشوايا لكن بنخلي الصينية تحت بعيدة كتير عن الشوايا على درجة حرارة 150 بس لحتى ما تتشمع الطبقة وتسير جامدة يعني تلمسوها بالإيد تسير جامدة بعد هيك بنعمل حمام مائي للبستاش وإذا حست أنها سميكة ممكن نضيفوها من العقتين من الزيت النباتي بعد ما نطلعها من الفرن تحسوا أنه بطلت لاصقة الطبقة البيضة بنبدأ نوزع عليها على السطح كمية من زبدة البستاش واللي دوبناها على حمام مائي بهاي الطريقة بنكملها بنفس المقدار يعني تقريبا أخذت مني تلت العلمة على أساس أنه هي طبقة فقط بنحطها بالتلاجة وبنقدمها وقت الإفطار يعني تقريبا بدها من ساعة على ساعة ونصب التلاجة إحنا تركناها تقريبا أربع ساعات عند التقطيع قطعوها بسكينة تكون طويلة بكل مرة أمسحوا السكين وما تحركوا السكين تضغطوها بنفس المرة يعني ما تمشوا السكين كأنها هريسة أو بسبوسة فقط أضغطوا عليها كأنكم بتكسروا تكسير لأنه طبقة البسكوت بنحرس أنه ما ندوبها هلأ هون يعني بعد ما قدمتها حبيت أزينها وهو اختيار شخصي بخطوط من زبدة البستاشيو برضو أنا يعني دوبتها على الحمام مائي وحطيتها بكيس وبديت أوزعها على القطع وهون زينتها بالفستق الحلبي هيك كان شكلها النهائي بالطعم كثير شهية ومميزة وفعلا وصفة تستحق التجربة وهي وصفة مثل ما حكت لكم بسيطة من المواد المتوفرة عندك بالنسبة للطبقة البيضة ممكن تلعبي في المكونات مثل ما أنت بتحبي أي نوع طبقة ممكن تخليها كريمة مع قشطة أو مع جبن كريمي أي طبقة أنت بتفضليها لكن كل ما زدت مواد بتكون غنية وأكثر دسم هيك إحنا قدمناها كتحلاي بعد الإفطار مع القهوة صحة وألف عافية بتمنى تكون الوصفة لليوم عجبتكم وتجربوها وتطبقوها بنفس الخطوات وعلى فكرة ممكن تعملوها بأكواب وتقدموها بنفس الفكرة إذا أول مرة بتزور القناة بتمنى تشتركوا تفعل الجرس حتى يوصلكم أي وصفة جديدة بنزلها على القناة يسعد كل أوقاتكم شكراً لكم على حسن المتابعة وانتظرونا في فيديو قادم ووصفة جديدة إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى